أصدر مركز المعلومات ودعم تخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول من خلاله سبل تطوير الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأدوات المستخدمة في ذلك والفوائد التي يوفرها هذا الاستخدام والتأثيرات السلبية لاستخدامه في أزمة المناخ بالإضافة إلى أبرز المبادرات والمقترحات لتسخير الذكاء الاصطناعي لأجل مستقبل أكثر استدامة وأشار التحليل إلى أن معالجة التغير المناخي تعد مجالا مهما يتمتع فيه الذكاء الاصطناعي بإمكانات وقدرات هائلة ووفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2024 حول التقنيات النشئة فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية والزراعة الدقيقة والتنبؤات المناخية تشكل أهمية بالغة للحد من انبعاثات الغازات الدفينة وإدارة التأثيرات البينية